صدمة فردود فعل غاضبة ومن ثم تاجراءات مختلفة لإيقاف نزيف بيع الرق في عصر ظن أهلها أن عهد الرق وأسواق النخاسة قد ولى وانتهى هكذا تدرجت مراحل تعامل مع تحقيق صحفي ملأ الدنيا وشغل الناس مسلطا الضوء على مسألة لم يتوقع أحد حدوثها في زمننا هذا التحركات الدولية وردود الفعل الغاضبة بلغت مداها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب وشرعت الحكومات في اتخاذ إجراءات مختلفة لإيقاف هذه الجريمة جريمة سهم كشف ملابساتها في بدي حملات إعادة الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية حيث أطلقت المنظمة الدولية للهجرة مبادرة لإعادة المئات من هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم وعاد بفضل هذه المبادرة أكثر من 155 مهاجرا من ساحل العاج فيما بلغ عدد العائدين الأفوريين حوالي 124 مهاجرا مبادرة لم تعد هؤلاء قصرا إلى بلدانهم وإنما أعادتهم طوعا بعد واقعة الأسواق المتداولة الدول المغربية أيضا تحركت في هذا الشأن وشرعت في إعادة مواطنيها من ليبيا وأولى هذه الدول كانت المغرب التي أعلنت أنها تتابع وضع المغاربة العالقين في ليبيا لإنجاح عملية ترحيلهم ليبيا المعنية الأولى أمر المجلس الرئاسي المقترح هناك بتحقيق بشأن ما حدث وقالا أن النتائج ستكشف قريبا متواعدا كل من تورط في هذه الأنشطة بأنهم سينالون جزاءهم تحقيق من شأنه أن يكشف بعض الحقائق إلا أنه لن يظهر جميع تفاصيلها والمتورطين فيها ولا إن فضح بعضهم فالبعض الآخر سيبقى يروج لهذه التجارة في ظل تنامي وجود عصابات الجريمة المنظمة الممتدة من النيجر إلى إيطاليا ليبقى هذا الحقل محملا بكثير من الألغام وتظل معالجته وسط هذا الوضع الأمني الليبي صعبة للغاية لكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة ولعل الخطوات التي اتخذت حتى الآن ستربك تجار البشر الذين تخلوا عن كل مظاهر الإنسانية في زمن رواجي تجار الحروب ترجمة نانسي قنقر